السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عمليين ايه فيديو النهاردة هتكلم فيه معيكو عن ازاي خسيت 10 كيلو في 15 يوم او في اسبوعين بس قبل مبدأ الفيديو ده في تجربتي أنا الشخصية يريد لو اي حد عايز ينفذ التجربة الشخصية دي لازم تستشيروا الاول الدكتور ولازم تعملوا التحليل اللازمة علشان تتمنوا على نفسكو علشان ما تعملوش حاجة تدركو وتأذيكو اول حاجة في الدايت ده ان هو كان دايت كيميوي فكان تقيل جدا وصعب جدا الدايت ده يتعمل مرة واحدة بس في الشهر او مرة واحدة كل ثلاث شهور زي ما الدكتور قال لي بالزبط مرة واحدة كل ثلاث شهور يتعمل لمدة اسبوعين او 15 يوم هو عبارة عن خمس ايام يتقررونهم لمدة 15 يوم انا عملت تحليل وعملت اشاعات وعملتها كتير جدا انا عندي نقص حديد وعندي نقص كالسيم وعندي مشكلة في الهامجلبين فالدكتور كان في الاول خايف جدا من الدايت ده بس قال لي خانيها نجربه وفي نفس الوقت نعمل حاجات تانية تساعد على ان الدايت ده ما يبقاش مؤذي بسرعة الدايت الاول وبعدين اقول لكم ايه الحاجات اللي عملتها عشان الدايت ده يبقى كويس وما يأذنيش اولا الدايت ده مدة خمس ايام تقرارون لمدة خمس اشهر يوم يعني مدة اسبوعين الفطار بيكون ثابت في الخمس اشهر يوم كوباية قهوة او شاي بس من غير سكر حتى من غير عسل يعني يحاولوا تثبطوا الدانية لا سكر دايت ولا سكر ابيض ولا سكر بني ولا عسل قهوة وشاي على حسب انتو بتحبوا ايه لو انتو بتحطوا على القهوة او الشاي البان حطوا كمية اقل من الكمية اللي كنتو تحطوها زمان لو انتو بتاخدوا الكافي ماكس والحاجات اللي معمولة كياس وباكت وكده يبقى الاحسن انتو تستخدموا الكافي اللي هي السودا مش القهوة التوركي القهوة اللي هي الزانس كافية وطبعا الشاي الاحمر او الشاي الاخضر تاني حاجة في الفطار نبقى مصر طوست واحد بس حتة طوست واحدة لو انتم بتحبوا العيشة بلا دي بقى ناخد ربع رغيف مش اكتر وبقية الفطار هتاخدوا حاجة واحدة من اللي انا حقولو ده تفاحة او جوافة او خوخة او الاناناس او الشمام او البطيخ ممنوع الموز وممنوع العنبة بتاخدوا بس فكهة واحدة بس ان الفكهات دي كلها هيبقى الفطار القهوة او الشاي من غير سكر واشرحت التوست والفكهة او بس الفكهية الوحدة من الفكهة اللي انا قلتها دي اول يوم احنا اتفقنا خلاص ان الفطار سيبت في كل ال 15 يوم اول يوم بتاخدوا في الغدا بيضة مسلوقة بيضة واحدة وطفحية واحدة وتاخدوا 500 ملي لبن او تاخدوا علبة زبادي يعني يبتاخدوا كوباية لبن يبتاخدوا علبة زبادي العشا بتاخدوا شريحتين توست و100 جرام لوفات يعني جبنة دايت الهيئة انا اكتشفت ان علبة بريزيلاو كلها على بعدها 150 جرام العلبة كلها على بعدها 150 جرام يعني انا اكل العلبة دي كان لها على بعدها في العشا وبعد هنا الجبنة المبوخة يبق فيها borders فالهيئة احصل ان تاخدوا جبنة الاريش او الجبنة الفلاحي والجبنة الاريش التي ملحها قليل والتي تحسوا ان هي كريمية كده شوية مش اللي بتكون نشفة الكل نشفة دي بتعمل بيها حاجات تانية زي بتعمل بيها المش والجبنة القديمة والحاجات دي فالاحسن تاخدوا اللي هي الجبنة الكريمية شوية اللي بتلاقوها دائما في السوبر ماركت سيبتو بغاليها شوية بس نعليش يبقى ان نرجع تاني يوم الاولاني هناخد شريحتين توفت ومية جرام جبنة دايت او جبنة قريش وخياراية وطماطمتين صغيرين التماطمية الصغيرة يعني اقدلت شاية ميته كده تقريبا او اكبر منها شوية اليوم التاني برضو الغداء بيضة مسلوقة وطفة حية او خوخة وترضو 500 ملي لبن او علبة زبادي بنفس المقدار العشا شريحة توست تماطمية واحدة ومية خمسة وعشرين جرام حتة لحمة يا عشا شريحة خمسة وعشرين جرام فراخ 0.25 جرام فراخ هي قطعة بناة بأس ماع stinksة ولاية بخذ العشاء طفحية و كباية شاي على حسب شاي احمر او شاي اغضر اليوم الثالث الغداء سيكون كباية مسلوقة مع 500 ملي لبن او زبادي و خيارتين و طفحية و كباية عصير كباية العصير لا تزيد عن 250 ملي يعني تقريبا قد علبة العصير اللي بتجوها من بره بس ما تشربوش العصير اللي موجود في العلب اللي موجودة بره سواء كان بيور او مش بيور اشربوا العصير المعصور يدويا يعني تجيبوا ورتقون تعصروه تفاح تعصروه او في بعض السوبرماكت بتبيع العصير دي معمولة من غير سكر زي هايبرون و كارفور و في فكتوبر او في زي هاي طوع القصب مثلا عندهم فكهة من غير سكر و عصير فدي الاحسن انتو تستخدمه هايقة و طبعا الفكهة ما تخرجش بره الفكهة اللي احنا قلناها طبعا انا الناس نقدر ناخده التفاح ما نرحش ناحية الموز ولا المنجا ولا الحاجات دي ولا الفراولة العشا شريح التوست و مية خمسة و عشرين بيف او تشاكن يعني ناخد يا لحمة يعني ناخد فراخ بردو انا اتفقنا على الميزان خلاص و اتفقنا على طريقة الطبخ اما متشوحها او معمولة جرل او حتى معمولة سوتين و طفحاية و كبايت شاي بردو من غير سكر زي ما اتفقنا ممكن يبقى شاي احمر او شاي اغضر اليوم الرابع الغدا سيكون شريح التوست و مية خمسة و عشرين جرام جبنة دايت اللي هي كبنة القريش و طمطمية واحدة العشا سيكون شريح التوست و طمطمتين و مية خمسة و عشرين جرام بروتين اللي انا اتفقنا عليه اللي هو يا لحمة يا فراخ و معاه تفاحة اليوم الخامس اللي هو الاخير اللي هنرجع نعيد من بعديه تاني من الاول هيكون الغدا شريح التوست 22 جرام سمك 22 جرام سمك يعني ممكن نقول سمكية ممكن نقول نصف سمكية على حسب يعني الميزان هيبقى عامل ازاي بس هي الموضوع دا سمك مش سيفود السمك احسن من السيفود و معاها طمطمية اما العشاء هيكون 500 جرام كوكيت فيشتبلز يعني 500 جرام خضار مسلوق زي ما بنقول بطاطس جزر بسلة اي حاجة من الحاجات دي سمك من الكل و انا بعد يبقى 500 جرام وتمات ماية و ممكن يعني لو حاسين ان الموضوع مش مقبول اوي موضوع الخضار دا ممكن تحطوا جبنة مودرالة قدم علاقة لو انتوا يعني حاسين ان الموضوع مش لطيفة يعني في ممكن تعمله الخضار السوتي كده وتحطوا عليه جبنة فتبقى بتشد انتوا حرين بس انا بصراحة الحتة دي محبتاش خالص ان يحط على الخضرة او الخضار المسلوق جبنة فممكن تحطهاش كده ده الدايت اللي انا مشيت عليه مشيت عليه المدة 15 يوم منزلت 10 كيلو و قبل ما اعمل الدايت عملت تحليل اللازمة عشان اتطمن على نفسي طيب انا عملت اي بقى عشان الدايت هو مفروض الدايت ما ينزلنيش الرقم ده المفروض ما ينزلنيش 10 كيلو ال 15 يوم كان المفروض انهم ينزلوني بس 5 كيلو انما ايه اللي خلى الوزني بقى اكتر كده في النزول انه انا كنت باشرب مية و قبل كده عملت لكم فيديو و كلمتاكو فيه عن ازاي تشربوا مية لو انتو ما شفتوش الفيديو هحطاركو دلوقتي في ديسكابشن باكتو كمان هيزهرلكو فوق عالشاشة تقترب تروحوا تشفوه هو ببساطة كنت احطاه عالموبايل كان كل نص ساعة بيفكرني ان اي اشرب مية فكان لازم اشرب من من 8 ل 12 كباية مية يعني تقريبا 3 تلتر مية كان لازم اشربهم تاني حاجة عملتها الديتوكس كلمتوكو قبل كده كتير جدا عن موضوع ديتوكس ده في فيديوهات منفاصلة و فيديوهات مجمعة و برضو لو انتشرفتوش فيديو الديتوكس سحطاركو دلوقتي في ديسكابشن باكس ديتوكس حلو جدا و ان شاء الله هعمل لكو ديتوكس تاني احلى واحلى من الديتوكس اللي انا عملته اللي فاكدة حلو جدا وكان بجد بيغسل المعدة ويغسل الجسم كده من جواه كنت بعمل نوعين ديتوكس فممكن تشوفوهم في الفيديو اللي هتلاقوه تحت جراتي في ديسكابشن باكس او هيسهر لكم على الشاشة بجانب كل الحاجات دي طبعا اهم النصايح و اللي دايما بتسمعوها من كل الديكاترا وهي فعلا ونصيحة مهمة جدا وهي الرياضة و الحركة انا لما كنتش بتحرك وما كنتش بعمل رياضة وما كنتش هاخد بالي من الموضوع ده او نزول الوزن لانه انا كمان لما نزل وزني جسمي تشد لاني كنت بلعب رياضة لو انتم تابعيني على الانستجرام كنت هتشوفوني ان انا كنت كل يوم بصور وانا في الجم انا دلوقتي ما بروحش جم بس لحرجة علعب رياضة تاني في البيت كنت بروح الجم مرة الصبح مرة بالليل ووقت ما بقى قادرة لما بحس ان اتعبانة بنزل غزبان عني لما بحس ان مفيش باور باخد كوباية قهوة وبكمل في الجم عادي جبدا اي ان كان بقى هعملي هشيل حديد همشي نص ساعة وهمشي نص ساعة من الشاية هعمل ساعة على عجلة هلعب ايرابيكس المهم ان انتم تلعبوا رياضة لو انتم مش قادرين تشتركوا في الجم وعايزين الموضوع يكون سهل شوية ممكن تعملوا رياضة في البيت وكنت قبل كده برضو كلمتكم عن تحفة جدا لمدة 30 يوم كل 30 يوم بيديك رياضة بتعملها كل يوم وبتخسوا في البيت بتعملوا رياضة في البيت من غير ما يبقى عندكم ماتريلز او تحتاجوا ان انتم تروحوا للجم وفعلا الرياضة اللي كنت بعملها في البيت و الرياضة اللي كنت بعملها في الجم كانت مهمة جدا من الحاجة التانية اللي كانت مهمة قوي في نزولي للوزن هي اني ماخدش بالي من الوقت يعني اين ماخدش بالي من الوقت اني كنت بقت للوقت كنت بنزل الشغل في الفترة شوية كنت بنزل شغل وفترة لأ كنت بروح الجم فكان الوقت بيضيع لو انتي عادة في البيت وحس ان انتي طول النهار وشك في وش التلاجة ومش قادرة تتسيطري على نفسك في حاجة زي كده فاحسن حل هو ان انتي تحاولي تشغلي نفسك اقري كتب افتحي فيسبوك دوري على مواضيع تعمليها حاولي تعلمي نفسك في مواقع كنت اتكلمت معاكو قبل كده عنها ممكن تتعلمي حاجات على الانترنت اللينك بتاع الفيديو سيبولكو تحت دلوقتي وحتشوفوه على الشاشة دلوقتي كمان ممكن تتعلمي حاجة من عن نت وانتي قاعدة في البيت اشتغلي اقري اتعلمي حاجة من عن نت ومهم انك تشغلي وقتك النقطة اللي بعد كده ودي برضو نقطة مهمة جدا اني كنت منظم مواعيد اكلي ودي كانت حاجة مهمة جدا وكنت بعد 15 يوم بلاقي نفسي بجوع في نفس الوقت اللي كنت منظم وقت فيه الفطار لازم يكون قبل الساعة 10 الساعة 10 لن تحضر مهمة جدا والغدا لازم يكون قبل الساعة 2 الساعة 2 ون تحضر مهمة جدا فأنت هتكلي خيارتين و بعد كده هتعز ان الموضوع لا ده انا كده هباوز الدنيا لو كالت اكتر من كده ولا كالت زوادي ولا عملت اي حاجة لانخش هنا محسن النوم بدري واستحيان بدري شيء مهم جدا لو انتي ست وعندك عيال ومش عارف ايه فأنت كده متهيق لي انت بتسحي بدري واحدك موم انت تتضبطي يومك وتعرفت نمي كويس بالليلة النوم مهم جدا شرب الميا مهم جدا انك تتطمني على صحتك برضو شيء مهم جدا لازم تروح تسأله داكات راجع معها حتى لو انتي مش هتكملي مع الدكتور روحي يقولي له انا عايزة تطمني على صحتي هيعملك كشف ويعملك فحوصات ويطمني على ساعتك ويقولك ايه اللي نقصك وايه اللي انتي محتاجه اهم حاجة لو انتي نوية تعملي الدكتور ده طبعا بعد ان انتي تسألي الدكتور ان انتي متعمليش الدكتور ده كتير لانك لما هتعمليه كتير اول حاجة ممكن تنسلي وزن زيادة عن اللزوم فتتعبي ثاني حاجة ممكن لقدر الله وزنك يثبت ويحصل عندك فريز فات يعني تلاقي الدهون ما بتتحركش حتى لو عملت دايت تاني ولو عملت ميجود رياضي وتشقلبتي وتنطبتي وعملت كل الحاجات اللي بتتعمل دي ممكن ما تحسيش باي تأثير او اي تغيير في وزنك او في اي حاجة فدي كل النقط المهمة اللي انتو محتاجين تعرفوها عن موضوع انا خاصيت ازاي انا هحاول احطولكوا صور ليا بفور ان افتر احاول الاقي صور ليا يعني انا نزلت من الوزن بس 10 كيلو انا المفروض انزل حوالي دلوقتي حوالي 10 كيلو كمان محتاجين عشان ابقى حاسة براحة نفسية اكتبودي داحت في الكومنتات وقولي رأيكو انا عارفة ان الفيديو دا كان مفروض اسجله وبقى لي فترة طويلة بس اتأخرت وغزبا عني والله حتى انا كمان كنت عايز اطلع في الفيديو دا بس لاني كنت مستعجلة فسجلته لكو بسرعة وعملته لكو كده علشان انجز بسرعة وعلشان متأخرش عليكو ومتنسوش تعملوا لايك ومتنسوش تعملوا اشتراك وتعملوا شير لاصحابكو كمان تتابعوني على الفيسبوك عشان ما رجعت تانية تنشطت هناك وكمان على الانستجرام وتابعوني دايما عشان تيم مسابقات كتير جدا جاية في الطريق عايزين نوصل لاكبر عدد لايكس على الفيسبوك عايزين نكسر الدنيا على الفيسبوك وحبوكو جدا واشوفكو ان شاء الله في فيديو جديد وسلام عليكم